موسيقى وحنة محملة بالذخير ترافقها أربع سيارات نقل تحمل ذخيرة كانت في طريقها لإمداد ميليشيات مجرم الحرب حفتر في تنهرنا وجنوب العاصمة طرابلس بدورها استادفت ميليشيات حفتر صباح الأربعاء منازل المواطنين بمنطقة طريق الشوك بالعاصمة طرابلس بعدة قذائف وصواريخ هاوزر القصف أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم وكانت الأضرار جسيمة دون وقوع أي إصابات بشرية يشار إلى أن ميليشيات حفتر استادفت أيضا اليومين الماضيين مصحة ريال التخصصية مسببة أضرارا مادية لعدة أقسام بالمصحة دعت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للرد على تنصيب مجرم الحرب حفتر نفسه حاكما على ليبيا مشيرة إلى أنه يهدف لإقامة ديكتاتورية عسكرية الخارجية التركية تؤكدت في بيان الله الأربعاء أن حفتر بهذا يؤكد رفضه للحوار السياسي وللجهود الدولية بما في ذلك نتائج مؤتمر برلين ويفاقم الحالة الإنسانية باستمرار إغلاق النفط مما يعيق لامدادات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا مؤكدة استمرار دعم الحكومة التركية للشعب الليبي وحماية مصالحه وفق مذكرة التفاهم المشتركة من جانبه قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند أن الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني هي الإطار الوحيد المعترف به دوليا لحكم ليبيا والانتقال السياسي كما أكد نورلاند في اتصال الهاتفي مع رئيس المجلس الرياسي رفض الولايات المتحدة لإعلان مجرم الحرب حفتر للانقلاب على المؤسسات الشرعية في ليبيا مجددا دعوته لمجرم الحرب حفتر بإيقاف عدوانه العسكري على العاصمة طرابولوس انتهى الموجز إلى اللقاء